كلنا نحب الله عزوجة كلنا نبغى من الله عزوجة أن يرضى علينا وندخل جنة ونسلك من النار كيف سلك فش رب يورنا في الوحي هذا ما هو المسلك اللي لازم نمشي عليها هذا هو كاين واحد الحاجة اسمها العلم هل كل واحد يدلي بدلوه في أي موضوع هل عنده العلم هذا ما كان حاجة سهلة ما فيها ولو كي بيقول كي تلفوا الحسابات واللي البوزة وعداش كاين علماء اللي رغم تكلموا مراش نحن قال لقال احنا رغم علماء تكلموا رغم في هذا الموضوع وهذا مش حاجة جديدة يعني انت لو كمثلا انت طرح انت يجيب لانت الشيخ ابن وباز هذا والله العثيمين تكلم في هذا الموضوع وره هو قال في تابع عدم جواز الوسم الاحتفال وفي المقابل تلقى الشيخ القرضاوي تلقى الشيخ الغزالي تلقى الشيخ الشعراوي تلقى الشيخ البوطي وغيرهم من المشايخ اللي هم رأى تكلموا في هذا الموضوع وأجازوا الاحتفال بهذا المولد والمسألة وين رأى هي النهارة كل سنة ترجع هذه الوسم والمسألة ولم تقتصر فقط بالقاضية انت احتفال في قضايا اخرى مثلا انت زكاة الفضر يحدث فيها ايضا ثاني نقاش قال هذا يريدها قال مثلا شعير وقمح وعدس والاخر قال اموال وتبقى فيها تبقى الناس تخوذ وترد في هذا الموضوع وهك تشوف انت شعوب شعوب جامل انت يرحم بابك انت يرضك مثلا واحد بدل من انه ويتكلم على خاوتنا في المغرب وخاوتنا اللي رأى همهما قال مثل في ليبيا اللي يضربهم الزلزال والاعصير ورأى الناس يخرجوا في هذه الارواح يخرجوا فيها كذا قاعد الناس تحكي لك انتاء للرشتاء والاخر بدعة وضلالة فهمت احنا ذوق احنا علشان انتكلموا في هذا الموضوع مناشر انه ذوق احنا قال لرانا يشجعوا في الناس والله وفي المقابل كيني الناس اللي هما ذوق رهم شغلين المجتمع شغلينه بهذه الموضوع انت تعبده وضلالة الورت وخاوتنا رهم يموت في وسموه في سوريا رهم يموت بفتاوى رهم يموت وخاوتنا في اليمن رهم يموت في دول يعني مختلفة اللي راه ادتوا العاصر ادتوا واللي ادتوا ادتوا الزلزل ادتوا واللي راه تبدي فيه الحروب ادتوا والناس جاعدا متقاتلا وقاعدة تبدأ في بعضها وقاعد الناس تخوم في بعضها وتكفر في بعضها لهذه الأمور هذا هو الشيء الذي يجعلنا نتكلمه ونحن علينا أن نتكلمه ذوك مثلا نحن كنا نجبدو ذوك مثلا في وقت من الأوقات كيف كنا نحتفلوا بهذا المولد على وجه لكي الناس تعاود ترجع للطهارة تعاود ترجع الناس لهذه النقاة لا سيرعات ولا هم يحزنون ما كنا نشوفوا بهذه السيرعات التي الآن راحاتها تذوق مثلا تصرى مثلا جنازة نسرها موجوعة نسرها تتألم نس كذا ونسي تجي يقول لك بالليلا يجوز قراءة القرآن على الميز الله راح تشوف انت في المقابل قال مثلا مالك من الملوك والله قال مثلا انت رئيس من الرؤساء ديرينك التلفزة الصكري هاهو الحداد وقالين القرآن صباح وعشية واحد ما يتكلم ها ومبعد قال مثلا واحد يموت إنسان كذا يجي وانت يقرأوا عليه الناس ما تصليش خلاص الصلاة هو مكانش انت لا ربما راح وضرك مثلا انت واسمه يسمع الناس يقال مثلا راح يقرأوا القرآن بلك لا ربما هو يسمع هذا القرآن بلك لا عود يجيب عنده يجيب عنده الحال بلك لا ربما يهديه حاول لهو انك انت كيفش تهديه على انت تروح تدخل انت في البدعاء والضلالة وكذا هذا هو شيء اللي احنا راح يخلينا احنا نتكلم والاخ سامير الفضل سوكنا يا الاخ نور الدين خلال الدين لو كان هنا يعني معنا واحد إنسان مثلا متكون الشريعة والدين والله كان دا حتكون أفضل لأن بعض النقاط اللي الآن تذكرتهم فقط احتاجوا إلى واحد إنسان درس شريعة ولا عالم هو اللي يتكلم فيهم شوف الصباح فقط كنت نسمع سيرة الإمام مالك بن أنس عربي رحمه واحد الأخوان اللي قالها قال كان يتجنب المسائل الخلافية وين يكونها كخلاف والطلبها كتلميذ يعني يكونوا يتناقشوا يهرب منها حتى ولو يكون أمام الشيخ تعو يهرب ما يقعدش والشيخ تعو زكاه لي ذلك ووش كان يقول كان يقول مسائل الخلاف تذهبوا بنور العلم شوش قال مسائل الخلاف ولهذاك النقاش هذا قال تذهب بنور العلم وتزيد الضاغينة بين المسلمين هي هذا هو الأمر اللي رانا فيه حنا كما تفضلت لأخ نور الدين كاين علماء قالوا هذه الاحتفال بالمولد بداع وكاين جزائرين كثير يتبعوهم هكذا وكاين علماء قالوا لا لا تقدر تحتفل وأمر مشروع وجزائرين كثير يتبعوهم وكاين يعني احنا حتى إلى قيام الساعة هكذا ندوسوا من المفروض الله الكلام اللي يكون أنه ما لازمش يكون الضاغينة ما لازمش هذا اللي يعتقد بالبدعية يشوف جاره يحتفل وعلى باله 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 جاره يكره على باله واصل باله يكره رح يقولوا حقا يا أخي بدعة سمعتك ترطق المحارق البارح لما شاء ويا أخي بدعة تعال لبالك باللي ما شاء يسمع لك وش مفيداته روح تتنير فيه برك إذا كان تغيير المنكر يجيب منكر كثير ما تديروش يا أخي هكذا أمر معروف وباش نقولكم أنا أعتقد بالبدعية ولكن أني نشوف المنكر هو في هذه الضاغينة اللي بين المسلمين أنا أشوف في الضاغينة في الضاغينة اللي تكون بين المسلمين هذا هو المنكر الكبير هنا من المفروض أنه يجو ناس عقل يجو ناس مختصين في علم الاجتماع ولا يحاولوا يعقلوا الطرفين باش ما تكونش هذا الضاغينة هل الأخر عنده مبدأ صحيحة وواقفة عليه وهذا عنده مبدأ صحيحة وواقفة عليه هذا ويشوف الأخر باللي المبدأ تعو ضعيف وهذا ويشوف الأخر مبدأ تعو ضعيف لو كان نجو نعالجوها بطريقة أكاديمية سهل الأمر السهل يعني الحمد لله رب العالمين سهل ولكن مش هذا موضوعنا أنا ما نخوتش فيه الآن صح لي أني نركز عليها بعض الأفكار نسمحها الآن وهي مغالطة أعود خرج الأخ سامير أخ نصور نعم وعليكم السلام كان حدث انقطاع الأخ سامير وهكا عاود ترجع تفضل أو لا الأخ نور الدين أنا نسمع فيك تفضل نعم لا إليه الله محمد رسو الله ما رحت لفكرة وش كنت نقول يا ربي وين حبس الأخ نور الدين ذكرني كنت تتكلم على هذه السراعات لا لا تفكرت بارك الله فيك أخ نور الدين بتنقول بعض المغالطات طرحت الآن مثلا يجي يجي واحدة كأي متدخل يقول ومحترم يقول دو كاوب بدعونا كل حاجة كل حاجة بيدعا كل حاجة بيدعا يعني يعني دو كاي يجي أي إنسان ثين يجي يقول يا ناس هذي بيدعا بين قوصين هذي الناس العاميين هكا مرة همش يجيبوا من رسولهم اسمعوا علماء قالوا هاد الشي صحة صحة يملموا همش ما منلموا العلماء اليوم يقول كل حاجة بيدعا يعني نمتفقين كامل بالليكا ينفي الدين بيدعا ما نقدروش ننكره دو كالقضية سي محمد اسكي صحة هذا الأمر اللي ركت بدع فيه بيدعا لا 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 هذا هو السؤال هذا ما كان من جيش ننكر مجرج هذو بدعو كل حاجة هذو حرمو كل حاجة هذ لا هذي مغالطات يا ناس يا ناس أدركنا شوف أدركنا قوم كانوا يتعبدوا الله عز وجل ماشي كما رانا نديروا اليوم أنا أنا أتذكر أنني كنت ندخل المسجد المساجد كنت صغيرة المساجد ما كانش فيها واحد يصلي بالقبض قليل وين تلقى واحد يصلي بالقبض الآن العكس ما تلقاش الآن دوكا في هذا اليوم في 2023 ما كانش واحد يصلي مطلوق يديه قلال قلال جدا ما قضية بدعة يعني الدين عنده هذ الأمور في كل زمان الدين هكا يجوز يطلع ويحبط يزيد العلم يعني تكون مثلا كاش قرية ولا بلاد متنورة بالعلم والعلماء ويجي عليها وقت الله غالب في ترى الناس تبعد على يعني تبعد على الطريق يقولوا تقعد المسلمين طبعا ولكن الله غالب هك 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 من أحل البت أخ سامير اسمح لي أخ اسمحي شوف انت ركدو قال تاكسيور ها تكلموا بكلام واقعي وكلام منطقي اللي تفهموا الناس عموم الناس تفهموا تا ركد قال مثل ركد تاكسيور وراهم عندك ديكليون في الطريق ها وعندك انت الهدف انت عين ركد رايح قال مثل مالي بايشان ركد في بوستن ورايح انت الواشنطن انت راه وعندك الطريق وعندك عدد من الزبان انت وعك انت تدير استراتيجية في رأسك على جلب انت توصل لهدف انت هكذا صح ولا لا قال نروح ناخذ الزبون الأول ونروح ناخذ الزبون الثاني انت ضق مثلا في هذا الشرع كين أولويات كين أولويات ذرك مثلا هذه المسألة هذه ليست من الأولويات راني قلت لك أنا راه ضق كين إخوة راه تحت الأنقاذ في ليبيا وفي المغرب وراها كين حروب راه ديماء تسيل يهلط راه من الأولى للمسلمين سواء احتفال والله والله الوسمه هذه انت بدعة وحلال وحرام هل ترى من الأولى هو أنه هذه المسلمين يتوحدوا ويروحوا هما ينقذوا خاوتهم اللي راه يموتوا بالجوع هنا كين الناس اللي راه هم ثاني أيضا نرا ديرين أنت واسمه أكبر أكبر صح أنت أطعام يعني كنت بسح المشكلة ونراها هو أن الناس باسم الدين باسم ربي صارت الناس كأنها ناطقة باسم ربي وباسم الرسول والسلام هو المشكلة الخطر وينراه وين أنه لحقوا الناس هذه الأشياء ليست من الأولويات ومع ذلك الناس تخور فيها صباح مساء وصارت الناس تفسق في بعض على أدف الأمور لا يعرف ولا التقى بك ولا فهم شرك تدير ويجي تأ لكلمة يلا يخرجك من رحمة ربي ونحن نضغ الناس تنتقد فيه تنتقد في هذه السلوكات الخاطئة تنتقد في هذه التصرفات الناس لا يرى كاف رب ربي ولا يرى كاف رب الرسول إذا كان هذا الناس ينتقد في احتفالات وقال هذا ينسخب وخارج على شرع الله حب في الدين رحم يتكلم في هذه المسائل وفي المقابل كان الناس قال مثلا هذه ليست من الأولويات حتى وإن أخطأ هؤلاء حتى وإن رحم داروا الدف وداروا المزمار وحتى أن ولكن كان أمور واحد أخرى والمشكلة من رها هو أن كما كنت تقول قبل أنت هذه السراعات اللي هي عندما كنت وصلنا لها رها دمارة بيوت ودمارة المجتمعات الناس لحقت إلى استحلال الدماء من خلال تعصب ومن خلال الحزبية الضيقة ومن خلال قال تبع الشيخ نتاعك وتبع الكسوم ورها الناس اللي حقت إلى استحلال الدماء وهذا هو الخطر الكبير أنا ذوك عليها لشالناس رها ذوك خائفة هم ذوك مثلا أنت قال مثلا في فرنسا في فرنسا رها مشوفوا ذوك مثلا في قضية تاع الحجاب والله كأنه رها حاجة جاية لهم رها ذوك قال يلا كوبي أكتع حبس حبس من الآن لماذا لأنه هما رها هم مروا بفيتن ومروا بحروب وأنه الناس باسم الدين كما قبير كان يتكلم الأخ عبد القادر باسم الدين الناس صاروا يدخلوا في الناس يعطوهم سفوك والغفران ها قال انت سلك و باش انت تروح للجنة الناس صارت باسم الدين يعني قطعة رقاب رها الناس ماتت بالألاف الآن هما هما في فرنس رام يدرسوا في المدارس يدرسوا فيهم هذه الأشياء اللي وقعت حروب طاعنا ماتوا فيها الآلاف المؤلفة من المسيحيين باسمي ماذا باسم الدين ونحن نضق الشيء هذا اللي نتكلمه من أجل الكلام حبينا ننبه بعض ما البعض يا أخو يا وراء المشكلة ترقل عندك أدلة شرعية والأخر عنده أدلة شرعية ترقل عندك اجتهاد والأخر عنده اجتهاد في إطار من الاحترام المتبادل يا أخو يا أنت حبي تحتاج في الوقت ترح دير رشدة دير أنت حبي تأكل كسكروت كما هذيك اللي يام ترح دير كسكروت على روحك هذا مكان كل واحد روحك مطريقه راها الناس ترح تصلي مع بعضاها لما يأذن المغرب ترح الناس تصلي مع بعضاها كالناس اللي يرحم دركم يجتهد ويدير في دروس ويدير في مواعد ونس الناس اللي يرحم دركم يستغل في هذيك المناسبة للتجارة ويستغل في هذيك المناسبة للخروج على شرع أنت عربي ونا dit إحنا ملاح نتكلم عن هذوك الناس نحن نتكلمون الناس يحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبوا الدين حبا في رسول الله رحمد ركما يبتهجوا بهذا اليوم هذا هو الشيء نحن نتكلمون له وفي المقابل الناس حبين شغول ينحيوا الابتسامة يا صاحبي هذا هو الشيء نحن نتكلمون تفضل الأخ سلام بارك الله فيك أخ نور الدين أخ نور الدين كما قلت أنت هذا مثال على الاختلاف والاختلاف يكون هذا أرب يخلق الدنيا هكذا ما يخلاش لا بين أهل الحق وأهل الباطل ولا حتى تصرح حتى بين أهل الحق وأهل الخير مع بعضهم بعد كما رأوا المثال نحكو عليه نحن كمسلمين كامل ولكن الأخ نور الدين مليح أننا نعالجو بطريقة عقلانية بطريقة رشيدة ونحاول نشوفوا الإشكالية منين جات شوفوا أي إشكالية نحاول ندرسوها بطريقة علمية الحق ما نزدموش حكا كبر أنا مثلا لو ناخد شوف في الحصة هذه هذه الحصة التي بديتها أنا مقبل للأسف أسفت أن مجرد أنك أنت ذكرت الشيخ الشيخ السوري البوطة 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 الله يرحمه بالمنطقة يعني أنت لما يقول بلي هذا راهو تسمى من عباد القبور ومن كذا ومن كذا يعني نورمال جيك نورمال لا لا ترد عليه بأسلوبه علاجه لكي يعرف حده لكي يعرف حده يعني أنت شوف أشياء الأخ نوردين ما المفروض هاد الأمور ما يكونوش كامل بالمسلمين ما يكونوش كامل هاد الشي هو اللي حرام هاد وشاني نقول هاد الضاغينة هي المنكر لكبير هاد الضاغينة هي اللي حرمها ربي سبحانه بين المسلمين اللي لازم يتحبوه بين المسلمين اللي لازم إذا اشتكى منه عضو تداعي له سير جسد بالحموصار لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لي أخيه ما يحبوا لنفسه ما المفروض هاد الأمر يكون الإنسان أي واحد من الطرفين اللي راهو يعتقد أنه هو اللي راهو على حق ويشوف روحه أنه لو كان يجي يقدر مع أخوه الأخر اللي راهو مخالفه يشوف باللي أنه راح يجيب منكر كبير يا أخويا أسكت شراب أسكت وخلاص جوز وسكت أعتقد تعتقدك على الحق يا أخويا يعيش عليه ومتعليه حتى تلقى الله عز وجل وخلي الأخر يعتقد أنه على الحق حتى يمتعليه ويقابل الله عز وجل وعند ربيه تحسبه هذا ما كان أما أننا نجبدو المسائل المنفروض تجمعنا مسائل دين سبحان الله نفترق عليها هذا ما أنزل الله بها من سلطان سبحان الله ما جعلناش ما لازمش يكون هذا الأمر ما لازمش سبحان الله العظيم ما المفروض نعالج الموضوع من هذا الجانب هذا عندهم علماءهم هذا عندهم علماءهم أكيد بعض القضايا الخلافية فيه ترجيح أكيد صح يا أخوي الأخر ركب رأس وقال لك ما آه أنا نتبع شيوخ التوعي ما نقدرش أنا إذا كان فرصي نقول له لا لا أو الحق عندي ودبر رأسك ولا الحقها وليك عند شيوخة الأخرين وانترك تمشي في طريق ما شملي يا أخوي أنا شتبلي ما يسمعش ما نعندوش ما نعندوش وخلاص هذا ما كان وعليش نجبد الموضوع يا أخوي أنا والله على سألتك أول تدخل سؤال تاعي وتقول كتل مولود ما على بل ليش أنا لكتل مولود أنا لحتفل بالمولود بصح لو كان جاري بلك يدعيني يناكل نفكروا لنا كل ما ناكلش نلقى فرحان ما نعندوش نضحك له يعني يبتسم فيه تشين بتسم فيه بصح لو كان عرف باللي أنا نفتح أولا هاد المواضيع تزيرين أنا قتلك شوف نهضرها بالدرجة ناتا غنانت هذه هي يا الأخ سامير اسمع اسمع شوف كينا صراعات ره قديمة تايا المعتزيلة والأشاعر ره صراعات قديمة يا راجل منش ننجده في حويج من رسنا ره كينا صراعات قديمة وره أبتلك أن الجزائر مرت بفتنة مهمتا تتخيل أنت وفي حوار من الحوارات وأنه نتكلمنا مع عبد الحق العييدة قال لك باللي لا وسمو على محمد السعيد قالوا باللي هذا راه من الأشاعر وراه قال راني تبت يا صحبي سما أنت النسر راه لحقة الواحدة المستوى لاستحلال الدماء ما نش نتكلم غير هكذا كبرك أنا ذوق مثلنا راني لأجال حبيت على جابة شغل واحدة صوني لا لارم الناس إذا كان عودة ترجعت لهذه المنطق انتا هذه انتا التبديع والتفسيق وانتا كذا راني تسمى شغل على أبوب محرقة واحدة أخرى يعني انتا كنت لم تلحق لهذه المستوى خلاص يعني تسمى شغل راني لحقنا عودنا رجعنا تمشي انتا وصرا في التسعينات على قضية تعل المقابر هذيك والله جاءوا الناس يالله قال لك مباشرة بدأوا يهدموا في المقابر نسل توحيد هذه أمور تعشرك كل مقابر هذيك عندها ألف سنين وي موجودة ونس تصلي نورمال الناس تصلي نورمال وكذا لأنها مش من الأولويات كما كنت نقول لك الناس بدأت أيضا في مشروع قال مثل انتا الناس تنتخب على مشروع إسلامي كذا الناس تحاوس على العدالة وتحاوس على الأخوة وتحاوس على كذا وكذا والناس راح يبدأ قدير لك بلاكا بلاكا نتاع البلدية الإسلامية وكأنه هذيك البلدية الأخرى كأنها واسمه انتاع ميشال عفلق وانتاع مع البليشانا انتاع قربات شوف وانتاع كذا فبالتالي لما يعود يرجع هذا المنطق نحن على أبواب فتنة فتنة عظيمة ما هو هذا المنطق الأخ نور الدين ما هو هذا المنطق هذا المنطق يا أخويا ما هيش أولويات على أجل باش نحن ندير عليها الحس مش أولويات انت ذو مثلا واحد راح أحب يدير الرشتة يدير على روح واخوية وراء المشكلة عليها انت تكبرها وتولي انت ترجح انت موضوع كذا وتولي الناس تخوض فيها إلى درجة هو أنه تولي انت توصل للاقتتال من الحبة كما يقولوا يصنعوا قبة فوتها خلي واحد راه قال الموضوع حكذا والله فوتها وانتهى الأمر اللي راه يحب هو يدير يدير وسمه يدير الرشتة والله يدير انت طعام والله يدير انت وزيعه والله يدير انت حلقة والله يدير انت مع البلشانة كذا مدام راه يدرك هو موش يعصي في ربي والله هذيك قال له وسمه إذا كنت رك تشوف يا انت باللي هذا راه عصيان الرب ولا ذيك يا صاحبي راه المنكر اللي راه وصاري في البلاد راه هذا انت الاحتفال بالمولد النبي هذا هو على الأقل هو أخوك مسلم راه جهل يا أخويا فقفه علمه بالأفعال خليه هوي يقول لي هوي انت قال انت الطيح لو ذرك هو هاك تشوف انت مثلا كين واحد يتبع فيه لاعب مشي نبي لاعب لاعب ترح انت مثلا تحكيله انت واحد على رونالدو يقتلك هاك تشوف انت واحد فيه في وقت من الأوقات في التسعينات لو كنت تسميله واحد من الأسامي يقتلك لماذا؟ لأنه عبادة الشخصية الناس اللي حقتليها فبالتالي احنا ضك هذي واسمه ورانه كي ما قوله الوحد يدق في نقص الخطر أنا ما درتش الموضوع هذك لأنه راني يشوف انه في مواقع التواصل وانه راها الناس تخوض في الاخذ والرد حول هذي الموضوع راها لحقة الناس الوحد المستوى يعني خطير جدا هذيك اللي أنا حبيت بشنوثير الموضوع